اه طيب واحدة من ارخم المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتستخدم التليفون بتاعك اللي انت مسلا ممكن تكون فتح معين او انت حتى فتح اه صفحة معينة او براوزر يعني وفتح موقع معين او حتى فتح مسلا اي جروب من الجروبات مثلا على التليجرام. وتيجي مسلا في حاجة مهمة انت عايز تاخدها او حاجة وتيجي تعمل فتلاحز كده او تلاقي رسالة ليه ما تظل لك وتقول لك ان الموقع ده او ده مسلا او حتى الجروب ده مش مديك السماحية او مش مديك الصلاحية يعني او سياسات وبتمنع ان انت تاخد بس عايز يعني تكسر التليفون وبتحول باي طريقة تاخد بس الموضوع مستحيل. فعايز اقول لك ان الهده ان شاء الله هوريك ازاي بمنطقة البساطة يعني تكسر الحتة دي وتقدر تاخد من اي موقع او من اي مانع الحاجة دي. فده يبقى موضوع حاجة الهده ان شاء الله بس كالعادة يعني لو الفيديو عجبك استفدت مني حاجة ما تخلش عليها بلايك كومنت جميع زيك كده دي دعم معنوي اشترك في القناة او ما تشوفني وفعل زور الجرس علشان اي فيديو عزوله جديد يجيلك باشعار وكالعادة وبدو راغي كتير يلا بيه لعشار حشابك. اه طب يا جماعة رجعت رو بعد الانترو كالعادة نخش عطل في موضوع الحلقة. معلش بس يعزوني كده لو صوتي في الفيديو ده يعني مش قدي كده. عندي برضو والله يعني انا اسف على حاجة كده يعني. طيب اه خليك حاجة اللي كنت فعلها الاول يا جماعة ان الطريقة ديت مش محتاجة ان انت تكون عامل في التليفون بتاعك ولا حاجة. ودي بصراحة شاف انها اقوى ميزة واهم ميزة في الموضوع ده ان انت مش مضطر تكون عامل روت. طيب يا شباب اتبعوا معي بقى الشرحة كده خطوة بخطوة عشان الطريقة تشتغل معكم تمام. اول حاجة هتيجي عندك تفتحوا براوزر مثلا وتفتحوا عندكم جوجل بلاي وهتيجوا فيه السرش وهتكتبوا كده بالزبط. تمام? وهتخشوا كده اعملوا سرش بعد كده. هتخشوا على اول نتيجة بحس هنا كده. حتى تاخدوا بالكم المكتوب وهوت. اللي هو يعني مش رزم تكون التليفون بتاعك عامل روت ولا حاجة. طيب هتنزل تحت هنا خالص كده. لحد ما تلاقي كلمة او ديت يعني اخر حاجة او اخر اصدار. بعد كده تنزل تحت هنا كده. هتيجي على تاني حاجة اللي هي فيها كلمة دي. هتلاقي مساحتها ستة ميجا بايت وشوية. هنضغط عليها. والبرنامج عيب ده يتحمل مكعد خالص. وانا همشي حمله لان انا محمله قبل كده بشكل مسبق يعني. طيب ده اول تطبيق. هنيجي على التطبيق التاني. هنفتح برضو جوجل. وهنكتب هنا كده في البحس. وتقول له هنا كده سرش. وهتخش برضو على اول نتيجي البحس. بعد كده تنزل تحت برضو. لحد ما توصل لها كلمة تخش عليها. بعد كده هتنزل. وهتنزل اول حاجة خالص دي مساحت صغيرة خالص اتنين وعشرين كيلو بايت يعني. تضغط عليه. وبردك هينزل معك. انا برضو منزله بشكل مسبق يعني. طيب. البرنامجين لما هينزله معك هتخش هنا كده على مدير الملفات. هنا اهوت. فين اهوت. اهوت. ادي شكل البرنامجين. هنسبتهم طبعا تسطيب عادي جدا. هنخصطها في اول واحدة هو تقوله هنا كده انستول. هكتقول هنا كده وهتيجي على التاني وهو ده وهنستطيبه برضو تسطيب عادي جدا. بقى هتقوله هنا طيب اهنا كده سبتنا البرنامجين دول. فيه بس برنامج اخير هنسبته بقى من جوجل بليزة نفسه. هو ده برنامج شكله هو. تهديك برضو شكله على جوجل بليه. اللي هو اسمه شو بقى ده برنامج جاباني ولا ايه. عامة البرنامج ده وكل حاجة. لما هتنزل البرنامج ده كده هتفتحه وتقوله هنا كده اوبن. طيب لو ناخد بنا كده هنلاقي هنا في اول حاجة بيقولك شزوكو يعني هو التطبيق مش شغال او يعني مش اه يعني مش مش بيعمل يعني. طيب احنا عسنا نشغاله لازم نعمل كده كم خطوة الاول. طيب ايه الخطوة لازم عاملها دي اطلع من هنا كده خالص هتخش عندك على الضبط هتنزل بعد كده عندك على اباوت فون وهتيجي على فين بقى كده عندك ضغط عليها بتاع سبع مرات. انا طبعا مش مضطر لان انا كده كده فتح عندي احنا بنعمل الكلام ده يا جماعة عشان تفعلوا حاجة عندك اسمها فالمهم بتغطي على ده بتاعها سبع مرات كده هتلاقي في خانة زرارت لك تحت اسمها اهم حاجة لما تخش عليها هنا كده تنزل على اللي هي جدية ولازم تفعلها. دي مهمة جدا لازم تعملوا الحاجة دي. طيب بعد ما عملنا الكلام ده اطلع بقى. طيب هتيجي بعد كده عندك على الكمبيوتر وهتيجي تفتح عندك جوجل وهتيجي فيه السرش بتاع جوجل وهتكتب كده زي ما هي واضحة قدامكم هنا كده وتقول له هتخش بعد كده على اول نتيجة تبحس عندك هنا. هتنزل تحت هتلاع عندك حاجة اسمها داولود از دي كي بلاد فورم طولز فور ووندوز طبعا انا طبعا شغالين بالووندوز فهتحمل دي. هي مساحتها يعني ما تلغط عليها كده هتنزل تحت هنا بقى تقول له هنا ايهاف بقى تقول له داولود اول طعم بقى انت بحملها قبل كده هي مساحتها جمعة بتاعها ستة ميجا بايت او حاجة يعني فكلام فاضي هي ما تنزل معاك هتنزل بيشة كده هنا كده هي مساحتها هنا هي اه ستة ميجا بايت المهم لما تنزل معاك هنا كده هتفك دغطاء كليك المين وتفك دغطاء عادي خالص هيتطلع معنا الفولدر ده هتخش على الفولدر ده هنا كده وهتسيبه دلوقتي هتيجي بعد كده بقى عندك على التليفون وتوصل التليفون بالكمبيوتر بتاعك طيب بعد ما توصل التليفون بالكمبيوتر بتاعك هتيجي في الصفحة اللي انت فيها دي او الفولدر انت فيه هنا ده كده وهتقول له هنا كده تبك على في الكوبورد وهكذا هنقول له بعد كده هنا اللي هو دي هيظهر لك اللي هي النافزة دي هتلغط هنا على بعد كده بعد كده بعد كده تقول له مسافة زهر قدامكم يا جماعة يعني مسافة بعد كده تقول له هنا هتاخد بالك هيقول لك هنا خلاص هو اللي هو فيه كلمة كده خلاص اللي هو الجهاز شغال يعني واري وتمام طيب احنا تبعنا جميع بنعمل الكلام ده كله اصلا عشان نشغل برنامج اللي هو شزوك واخدوا بالكم ده انتم بتعمل الكلام ده كله مرة واحدة بس يعني مش مش اكتر من مرة ولا حاجة يعني اخر خطوة بقى عشان شغل البرنامج ده انا فيه امر كده هصابو لكم فيه صندوق الوصف هو او ممكن هصابو لكم ملف يعني عاملات انتم هتلاقوا الامر ده هتاخدوا الامر ده كده كله هنا كده وهتيجوا على النافزة اللي احنا كنا فيها هنا دي كده وهتك بس كده بس بالموز بعد كده تقوله هنا هو هعمل حاجات دي بعد عمل حاجات دي كلها يمعلم خلاص ايفل بقى النافزة دي مش بحتاجنا بحاجة خالص هنرجع بقى البرنامج شزوكو تاني خلاص احنا عملنا الكلام ده كل جماعة عشان نشغل اصلا البرنامج خدوا بالكم فيه ناس ممكن تصالها هنا كده زي رسالة كده باللون الاحمر دي بس الناس اللي ما معهم او بيبقى بيعملوا يعني كده او خطوة كمان اضافية سهلة خالص يعني هيتلاقي كده هكتبلك تحت زي هلب مية او حاجة هتلغط عليها هيدخلك على في برضوك حاجة كده انت لازم تفعلها في ده بس يا جماعة الكلام ده الناس اللي معاها توفرات انما سامسونج واوي اي حاجة تانية هتلاقي ادينا شغالة معك تمام طيب هتيجي بعد كده هنا يازم تدي البرنامج ده بقى بعد الصلاحياته كده هتخش على اللي هي ازرائيز دي تخش عليها وهتدي له هنا الصلاحيات للبرنامج اللي هو الاس باتش بقى هترجع وتطلع كده هنا من البرنامج خالص وتخش نفتح الاس باتش ده اهوت هنفتحه اهوت طيب لو جالك هنا هقال لك اللي هو ما فيش مشكلة اعمل كده اهوت اقفل البرنامج واطلع يا معلم وخش عليه تاني دي جدا يعني اهوت هتلاقي خلاص وقال لك ان هو شغال هتيجي بقى هتضغط على اللي هو الشكل المربعات ده هنا كده وهتيجي هنا على الموديل هتلاقي دي الموديل اللي احنا جماعة ثبتناها من شوية او في اول الحلقة خالش بس تفاهمين ايه لازمتها يعني طيب هتيجي بقى هنا على هنا كده وتضغط هنا على ده قوله هنا بعد كده اوكي بعد كده هتيجي هنا كده ولازم تختار اي فولدر عندك اي فولدر انا مسلا هقوله هنا في الدولود مسلا وهقوله اي حاجة ده مسلا وهقوله هنا اي فولدر. هتليه رجعك عطول هنا كده. هتجي بعد كده هيقول لك بقى هو انت عايز يعني ملف موجود عندك ولا برنامج انت مثبته عندك اصلا فانا هختار برنامج مثبته عندي. عشان بس هوريكوا الاول يا شباب هوريكوا الاول برضو. حان لو جينا فتحنا هنا كده التليجرام ادي التليجرام هوت. وادي مسلا القناة مسلا بتاعتي. انا انا هنا هوت عملت بس انا يعني عملت فيها الخاصية بتاعت ان انا ما بحاش اخد عشان اوريكوا. بصوا كده انا لو كده اخد اه بص يا جماعة بقول لي كان يعني السياسات بتاعت الجروب دي. منع ان حد ياخد ايه فانا برضو بوريها لكم يعني. المهم نرجع هنا تاني كده. فانا هقول له لا والله هاتلي برنامج من النا مثبتهم عندي. فهختار هنا كده. وهختار التليجرام. ممكن تيجي في البحث هنا كده. وتقول له تليجرام هيزالك هنا اهو. هختاره كده. تيجي بعد كده ضغط هنا على لها ديت. بحاجة اقول له هنا كده هيجي برضو كنا هيقول لك انت عايز تختارها ولا حاجة من انت مسبتها عندك. فطبعا البرنامج ده احنا اصلا لسه منزل له عادي خالص فانا ممكن اختاره او اختاره بنجم اللي هم سبتوا. بس انا هقول له مثلا وهاجي بعد كده هنا على انا كنت مزيله في اللي هو دي يا جماعة. هنختارها. وبعد كده اختار هنا لها ديت. واقول له بعد كده هنا هو كده هيبدأ يعمل حاجات كده مع نفسه سيبه عادي خالص. هقول له بعد كده هنا هو طبعا هنا بقول لي لازم تشيل نسخة التليجرام اللي موجودة عندك عشان هو هيسطب او هيسبت بقى نسخة يعني تابعه هو يكون متشال فيها الصلاحية بتاعت دي. هشوفين يا جماعة احنا كده بنشيل التليجرام اللي موجود عندي وهسبت التليجرام تاني بس ايه? نسخة زي بقولوا كده معدلة. عشان اقدر اخد فيها زي ما انا عايزه. اما الجيلك دي عادي ما تيلقش قوله لها دونت سند ما فيش مشكلة ولا حاجة عادي خالص يعني. تماما كده اطلع بقى بقى هنا على الهوم. هنيجي نفتح بقى التليجرام. اهوة. ونخش هنا على الجروب بتاني تاني عادي خالص. هنجرب بقى كده يا جماعة ناخد ونشوف هياخد ولا مش هياخد. اه بص يا جماعة. صح. ماجي. احيان دي عادي جدا. طبق الكلام ده بقى يا جماعة على اي حاجة. اي حاجة انت عايز تعمل فيها. يعني تكسر الحماية بتاعيتها وتاخد يا معلم. اتعامل زي ما انت عايز. فبش لا بدكت حاجة النهاردة. ارجو يعني انت تؤدروا المجهود والتعب. كالعادة يعني لو الحق اجابتك ما تبخلش على بلايك كومنت جميع ازاي كده. اشترك في القناة وانت مش مشترك. فازور الجرس. واللي هتزور قدامكم حالا دي او اللي قريدي زهرة قدامكم حالا دي. دي قناة التليجرام. اتمنى طبع انتم تنضموا لها يعني. انا بننزل لك حاجات معرفش نزلها برضوك على اه اليوتيوب عشان سياسيت اليوتيوب والكلام ده يعني. هسيب لكم برضوك لينك الاشتراك في القناة دي في صندوق الوصف. وبس كده يا شباب.